زاوية حاطب ليلة الكاتب عبداللطيف البوني التي جاءت اليوم بعنوان الفاتح من سبتمبر يستهيل عبداللطيف البوني زاويته بالقول في مثل هذا اليوم من العام 1969 صح العالم على انقلاب عسكري في المملكة الليبية على الملك دريس الصنوسي يقضه شاب دون 30 من العمر بعد أن كانت المملكة الليبية مصنفة من البلدان المحافظة حولها الشاب معمر إلى جمهورية راديكالية ويمضي البوني فيقول بعد أن فشلت محاولات الوحدة العربية التي قضها العقيد القذافي لأسباب متعلقة بشخصه ولظروف موضوعية انقلب عليها وأصبح أشد الناس عداوة لأي شيء عربي فأيض إيران ضد العراق ودعم جونجران ضد الخرطوم ودعم المسيحيين في لبنان ضد فلسطين ويواصل عبداللطيف القول نحن في السودان تأذين من القذافي على مر العهود أكثر من أي دولة أخرى لكن تبقى سيرة ومسيرة القذافي فيها من الدروس والعبر ما يستحق الوقوف والتوقف ويستمر البوني فيقول ولعل أول ذلك أن دور الفرد في التاريخ لم ينتهي لصالح المجموعة كما يرى بعض المؤرخين فالفرد الاستثنائي سلبا وإيجابا سيظل موجودا ثانيا إن حكم الفرد مهما تدثر بالإصلاحات سينتهي إلى كوارث ويختم عبداللطيف البوني بالقول ولكن يبقى في النهاية أنه لا بديل للديمقراطية التي توفر حرية التعبير وحرية التنظيم ديمقراطية ليست بالضرورة أن تكون قائمة على طريقة ويسم نستور بل هناك سبل أخرى للوصول إليها لكن تبقى مشكلة الديمقراطية لما تمشي لي ناس ما بتقدر وأنا ما بفسر وانت متقصر